اشتركوا في القناة وكذلك الاسطى الزراش والمعني في الموضوع اللي هو يونس زوج ديالة غادي نبدو الموضوع مع يونس يونس جينا اللي هنا على اساس اسمعنا شي خبر جديد في الموضوع قبل ما نوصلوا للخبر ونشوفوا الشيق القانوني مع الاساتيدة هاد القصة هالتشنج هالتصدع اللي عندك في العائلة مجموعة من الامور انت عارفها حكي لي وامور كما يجب اولا اخويا يوسف كان اعتذر منك لحقة شديجة كنتي تصلت بياربطت بيارتصال بشنا دير ما يضلقاء ولكن رك عارف بحكم يعني الانسان واحد لحظة غاضب وادا يقدر يخرج بشي تصريح لي مشي هو هاداك مهم خليت تتهدنة الامور اخليت واحد القارار اللي عاونني فيه من طبيعة الحل اساتيدة استعزيز المنصوري والاستد زهراش وهدوك يبقى وليدتي وهدوك تبقى يعني امرأتي وما زال هذا في الدم ديالي ودبا اللي قد نقول هو ان يعني البويوت اسرار يعني ما كانت الشي دار ما مخطوها المشاكل ولكن تنشوف هذه المشكلة اللي يقع بيني وبين ساميرا يعني اخذ اكتر من الحجم ديالو ديجا كانوا وقعوا بينتنا مشاكل وهذا ولكن خلنا كارون جيهوا الامور بينتنا يعني وكانت صالحه ولكن هاد المرة هادي يعني اتفاقمت الامور خرج الموضوع ديالنا للرأي العام ما عرفش يعني يعني شكل كان السبب يعني اللي خرج هذا الشي هذا للرأي العام وشكل عنده واحد يعني واحد الهدف يعني من هاد الشي هاد باش خرج هاد الشي للرأي العام اه انا كان بغي وليداتي يعني وبزاف ديال التهم وبزاف ديال تجهلية يعني في هاد الملف بيني وبين الزوجة ديالي اللي لا علاقة تالية بهم واللي بغيت نقول وهو انا أولادي فقرة سعينية وتوحشتهم بزاف توحشت وليداتي بزاف اخويا يوسف ما نقول لكش يعني ديش حال تنحاولوا أننا نتواصلوا معاهم يعني سامرة ما كتجاوبناش الوالد كذلك مسكين تقيلي بك على الوليدات كتدوزلوا البنية الصغيرة كتقولوا حسن تلقوا في المحكمة وهذا وليكين أخويا يوسف عندي مقدمة أنا عندي مجموعة من الأسئلة في الموضوع نطرحها معك سؤال جواد باش الرأي العام يستمعنا كنا أسئلة وطرح في الرأي العام ما نطرحوها في خضم الكلام ديالك قلتي بأن ما عافتش ناجيك باش تخرج الرأي العام غادي نقولك أنت تكلمتي ساعة ما تكلمتيش تكلمتي للرأي العام وشرحتي أمور لشيء ما تسئل الزوجة تفضل لا ما شرحش أمور كتسئل الزوجة نهائيا أنا خرجت جاوبت القنوات لقيتهم تخرجوا أسرار من بيت الزوجية ويعني وتعجبت كيفاش أن هاد الأمور هذي كتخرج يعني وقيت اللي خرجات وطائق اللي هي بيني وبين الزوجة ديالي وصفيت ما معرفت هاد الأسرار هذي كتخرج من طرف لطرف العائلة ديال ساميرا ما نقدرش نقول ساميرا ولكن طرف العائلة ديال ساميرا ثم تقلقت بزاف وخرجت باش نجاوب ذوك القنوات اللي يصبوا فينا وقدفوا فينا واحد المجموعة ديال القنوات وتييقولوا فينا شيء شيء هذرال اللي ما كيناش نهائيان وكي يعني ويتهموني بأنني أنا ما كانت تهلاش في أولادي وزيد 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 على ذلك يعني ساميرا أنا كان عذرها لحقاش أنا عارف عارف الموحيط ديالها كيفاش داير يعني يعني لما ندخل في التفاصيل أخوي يوسف لما ندخل في التفاصيل ساميرا يعني الدوج تنويها على سنة الله ورسوله وعن حب وولدت معها بعضي اللي وليدات وعندي يعني راسم واحد المخطط لحقاش أنا يعني قبل كنت كنت ننويها في مدينة تفاص مدة ديال تسع سنين ومن بعد رجعنا العربية مدة ديال سبعة شهور مدة ديال سبعة شهور يعني ديال تسع سنين تيقولوا كي الناس تيقولوا بأنها كانت تخدام علي وبأنني كنت أعالى على ديك الامرة وهذا درهم كيناش أخوي يوسف يعني الناس اللي متابعين الفيديوهات ديالنا وكيشوفوا بيارا احنا بخير وأنا كنت لحرفة ديالي وهو أنها كنت كان مشي للمارشي كان بيع الخضراء بالجملة يعني الخضراء المنتوجات اللي عندنا اللي كانت جواحنا في الأرض الفلاحية اللي عندنا ثم يعني هي بحكم الخدمة ديالها يعني بقعت بقعت في فاس بقعت في فاس بقعت في الأمور بقعت غداها كمدة ديال تساسنين هي كانت تكدير ذاك شي ديال الحنى وديالتنقافت من طبيعة الحال أنا بعض المرات كانت سمح في خدمتي باش أنني نعاونها لك عارف الخدمة ديالتنقافت شوية صعيبة ولمرات كانت تعطل في العراسات وفي هذا كانت ضطر أنني نمشي معها ونساعدها وهذا ولي كان وكانوا مشاكيل كانوا مشاكيل ولكن يعني ماشي بحال ده بل اللي خرجنا للسوشيال ميديا يعني هذ المشاكيل هذي يونس واحد الفيديو ديالك انت اللي فيه ساعة وأكثر تكلمتي أنا بزاف تحويش وفيه شيء أنا ما يسائل الزوجة وش كنت فقدتي الصواب ديالك وكيفاش هذك الفيديو لأنه انت اللي خرجت اللي أول تكلمتي على الموضة القضية ترأي عام أنا أخويا يوسف أنا ما خرجت هدرت كي قلت لك حتى بدأوا أسرار كي يخرجوا يعني من من قناوات اللي كي سبونوك يشتمونها يعني و فعلا كانت لحظة غضب وذك شالها الجوة تكالف ذاك الاتصال اللي كان بيني وبينك شنو قلت لك أخويا يوسف قلت لك بأن يعني لا يمكن ليش ندير معك اللقاء حاليا علاش لاحقاش الفيديو سنحطه عندي في القناة وفي هذه لحظة غضب يعني يمكن لي أنني نحذفه ويمكن لي أنني يعني تتبقى ديالي أما كي كان خرجت في ذاك اللحظة أخويا يوسف معه منبر إعلامي قلت إليا غا نحيده تستمعيه وتعود ترده كنتي واقع متشنج لا 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 ما رديته لا ما رديته شفناه 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 أنك رديته ما رديته ما رديته ما رديته ما رديته ما رديته منيش هجومك عالية بزاف يعني ما بغيش نولي نزيد نخرج بفيديو آخر كيسا ما الأحسن نرد هذو كل إقدام وما نخرج بشي حاجة أخرى أو تاني ما رديته أنا تلاحظ أنك كنت شيئا ما قاصي مع هذه الزوجة بحث معك بالغالي والنفيس عندك مع وليدات كنت قاصي لا أخويا يوسف ما عمرني كنت قاصي تقدر تقول أنا في العلاقة الزوجية ديالي شوية صارهم يعني تم عملين الدار تم العائلة وليني قلبي طيب يعني كنت بغي لها الخير ودوي الأساس ما عمرني كنت قاصي نهائيا يعني كان فكر لوليداتي كان فكر لمستقبل ديالهم كان فكر لمستقبل دياله هي يعني أي حاجة كنت تشاور معها فيها يعني أي حاجة بغيت نديرها كانت تشاور مع أساميرا أقسم بالله يعني حتى تصويرا ديال المينياتير كيفاش كان بغي نحطها فعلى الفيديو كان قان صايب الموطي الفيديو ونسأليه وكانوا أساميرا وشد صوير زوينة أساميرا يعني في جميع المواقف ديالي وفي أي حاجة قان ديرها كنت كانت تشاور معها كنت تقول لك أنا ما كانش مال الفيديو وخلاص ما تيخلصنيش وخلى عندي الديون وكذا وكذا رأيك لا 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 نهائيا ساميرا كنت كان نخلص لها طريطة ديال طموبيل ديالها طريطة ديال طموبيل ديالها وكنت تعطيها داك شي اللي بغات أقسم بالله ما شي دبا أنا ما بغيتش نكذبها أنا أعطيها اللي بغات مرحبا وستظهراش أنا في الشيق القانوني لا معاك أنا غنجيل عندك هنكمل معاك هي شو نقولك ساميرا ساميرا رك عارف الرجل الأول مرة باش كي يدابزو مع مر الأمر غادي تقول في رجلها الخير غادي تنقر قاعدك شي اللي يعني أي مرة دا بمشي تيادي في محكامة الأسرة غادي تقول غير حاجة الخيبة على رجلها هذا هو اللي وقال ساميرا ويعني دعوا بها ناس كاتسناط وتعطيوها هاش نزجولي هاش نزجولي هي ولت مسيارة ساميرا مؤخرا ولت مسيارة أنا مغادش نطول معاك في الحوار لاننا نعلمه جيدا سير بين الزوج والزوجات يعلم الله زوجل ولكن بعض النقاط شوية محرجة وتؤثر في النفس ديال الناس هو واحد الخرجة من الأخذي اللي يتكلم عند كل أولاد ماشي أولادك راضيين هذه الأولى وأمور أخرى اللي جد محرجة أعطيني الجواب على الأولى ونشوف معاك الأول والتاني كيتعلق بهذا الإحسان العمومي كيفاش كتديروا لي هادو جوج أسئلة كيتطرح مرحبا بالنسبة للأخذي اللي دك كيف يقولها كونفيرساسيون اللي دار في اليوتيوب ما أذكر فيها لا يونس لا ساميرا تدبا يعطوني دك الكونفيرساسيون أعطوني فيها سمية يونس وساميرا الشيق القانوني على التشعير اللي أنا تنقول لك واش هي ولا أنت عارف واشو مقصود بين الأمور شكت تقصد فوق هي ولا ما كتتقصد شوف انتهوا عنده مشاكله انتهوا رهدي جات مما كيتطلق مع مرته انتهوا عنده ولية هاد علمي الفوا يخلي يونس مع الزوجة ديانه شوف هو ما هضرش ما هضرش على ساميرا بالخايب نهائيا وما عمره قال في ساميرا شكل ما دلعيب أولاد اللي قال ماشي أولادك لا 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 هدك شوف هو هدك كونفيرساسيو شنو عنا بيها أنا هدوك وليداتي وكي قلت لك في واحد الاتصال هاتي في اللي تعليف الشرف دوليداتي غنتابعه قادائيا سواء كان خويا ولا من غير خويا هذا هو لي كين هدوك وليداتي عندي الإحسان العمومي اللي كتساهمهم عن الناس في الخيانات كيفش كتديروا هذا الأمر اشتيه تكلمت على هذا الموضوع تكلمت على هذا الموضوع هذا فعلا أنا كيما كتشوف فيديوهاتي ما كينش الإحسان العمومي وما كان حطش نمرتي وما كان طلبش الناس وما كان طلبش المساعدة للناس نهائيا اه يا ركيني فيديوهات كتسلم أموال كتقولهم هاد الناس ما في حالكم شردت أعطيناكم هادوك وعاد في عيد الكبير نشتاق فيديوهات ولكن هذا أنا سنعذر لك عن المحتوى سنعذر لك عن المحتوى أنا ما كان طلبش فيديوهات ديالي كاملين كلهم ما كان طلبش لمساعدة للشي واحد نحن في المحتوى ديالنا يعني ما كان نطرقوش لهذا المواضيع ديال الإحسان العمومي يعني ما كانت مشيوش عند حالات مثلا وكان طلبوه للناس ولا عاونوا هاد الناس ولا هادوه نهائيا يعني هادك تعامل بينتنا وبينطاقهم ديالنا اللي في القناة وبالوجوه اللي كيبان ومعناه في القانة هذا هو لي كين وهديك 100 مليون كيفاش القصة ديالي درجات تهي في الموضوع؟ بالنسبة لهذه المئة مليون أخوة يوسف أنا ديما كنت صارح مع المتابعين ديالي وكي يعرفوني وديما صادق يعني وقد نجاوبك بكل صراحة هديك هدية هدية للوالدة ومو حد الصديقة ديالها اللي عزيز عليها الوالدة بزاف كتبغيها وهذه السيدة هدي مستك عليها الله قلت له هذا المبلغ هدى كان هديهلك سيري حجي به ولا المهم هدية حجي به أنت والزوج ديالك ولا المهم هداته لها يعني ذاك المبلغ تدير به اللي بغات ما حاولتش تعشر منه شوية لذيك الزوجة مسكينة تعاونها هذه الزوجة تعاونها شوية من ذيك 100 مليون ماشي ديالي ماشي يياش لي يا أنا كيفاش ماشي يياش لي يا أنا جات للوالدة والنس اللي يقولوا الإحسان العمومي الوالدة بسكينة مين وصلت لذيك الفلوس أنا وقع بناتنا واحد هذا ساميرا كي يحساب لابين لذيك فلوس جات لي يا أنا ويرى ما جات ليش أنا أنا ساميرا بحكم أنا لحقاش هي ما كانتش حاضرة أنا اللي كان صارحة باي حاجة ويهذيك الصراحة ديالي اللي كانت تقول بي أنو ديك سيدة كنت تتواصل معها هي وان هاللي وصلت الفلوس اغلطت انت فالأرقام دختي وغلي قوة الأرقام قلتي واش هاذ هي عشرات المليون ولا مئة المليون نهائيا نهائيا أخويا يوسف ديك الساعة اللي كنت قامت كنتنتنت واصل مع هذا السيدة هذه أصلا كنا مدهبزين أنا وساميرا ساميرا ما كانتح وما كانت مع ساميرا وهذه السيدة مازالة كتتواصل معنا ومازالة كتبغينا وزارتنا هنا في المغرب وسألنا هالمغرب وكاللو طيل فين نزلات ومن كلكم بتشيو تمنك واحد مرة حاولت تطلقها هي نفس المشكيل كان في السنة الفارغة عتقل السنة الفارغة اه كان نكمل لك بعدها القضية للإحسان العمومي قلت لي الإحسان العمومي من العائلة من العائلة هذا هو اللي بغيت نقول لك المصدر من الوالدة ومنه ومن أربع أحد القائل تقول من العائلة ما كانش إحسان عمومي ما كانش هذا هو اللي بغيت نجاوب المشاهدين يعني بشر بشر أنهم راحنا اللي كنا كنا نصدقوه والأنا والوالدة والوالد ومن الأربع أحد القناة وهذه الشيء هذا كنا تنبغيوها من السور وما كان بغيوش نضرروا في الفيديويات ديانا أننا أنا أعطيتك أنا اللي كان أعطيتك فهمتني؟ تنخليوها باش كنا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى أما فيديوهاتي كيشهدوا بأنني أنا راني ما تنطلب المساعدة تلشي واحد ما نهائيا معمولني أحطيت النمرة دياني وكانت تحدى أي واحد ما صافت لي شيء فلوس يخرج يكدبني هذا هو لي كاين مسألة أخرى الأخيرة اللي بريت نقول هو وش مكتشوش بأنه الضور ديالة النجاح اللي نقوم في الموقع وهذه القناة المليونية لو نعطي السؤال لي بغيتانا أنا ما تفرش علي السؤال لا غارج عليه لا ما تفكرنيش لا ضابط شغلي أنا غير ما تخاف عليها أنا جاوبني على سؤالي هذه الزوجة اللي عندك أنك نضر دي الله سبحانه وتعالوية في البداية ديالة النكعاش اللي عندك في القناة المليونية وهي حاليا مقبيلة على الطلاق جوجل مرات الأسباب اللي اقتياعها يعني هي الفضل ديالله وهي اللي بدأت القناة والفكرة من عندها وبدأت من كانت في الحنة لا أنا غادي نقول لك أخويا ويسر غادي نجاوبك على الأسئلة هذه كاملة أولا الفضل الفضل الله سبحانه وتعالا كما قلتي ولكن أنا فضلي عليها سابق فهذا الشيء ديالة الحنة اللي قلتي فاهمتي لا حقاش هي أخوتتها تدروا ذلك الشيء ديالة الحنة ودلتها نقفت وفيز قلتها في الفيديو وجهت واحد الوقت اللي المرأة ديالي متل هالخدمة وهي زيزة ديالية تشري الأراضي ودهي الكريديات مغرقة على رأسها فاهمتي وكنت تنقول لها حاول على رأس كتاميرا ما هي قاعد جدادة فاهمتي ومهم متل هالخدمة واحد أختها لا داعيلي ذكر الاسم ديالها تعطت لهذا الشيء ديالة السوشال ميديا يعني تدير بي 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 سيتي تدير هذه في ذلك الوقت أنا أزيز ديال التكنولوجيا يعني كان عرف كيف نفتح قنات كان عرف كيف ندير باج كان عرف أي حاجة يعني ما نقول لك يا أخوة يوسف أنا اللي بديت يعني القناة كانت عندي والبلكونت ديالي منيش اشتمرتها كك متأطرة ويعني وكتشوف أنها يعني من بعد ما كانت هي اللي كانت تعطيهم الخدمة تعطيها الأيالات ديد اللي حنة وتتعمر وتتعطيها بي أخواتاتها كي اولتها يعني... أسفل السافلين يعني في المهنة ديالها يعني تنشوفها أنا متشبيتها بخدمتها ما غري ما اتراجع معي للدار أنا كنت بفعلاً كنت خدام يعني خدام يعني بخير نعت ذلك الشيلي كنجيبه كنصرف في الدار ثم أبقى في الحال و قلت لاتها مرة يعني مني بغيتي إشهار وهذا الشيء يدخلت في أختيك أنا قدم هذا الشيء أنا سأدريك بيبلي سيتي و سأخدمي فعلاً ذاك الشيء استعملت القاج ديالي و استعملت القانات ديالي يعني ثم بدوركم أخوية وصفي يعني راكم كدروا إشهارات كدروا إشهارات ما يجيش مول الإشهار يقولك لا ذكرها قاناتي مثلاً أنت درتي واحد الإشهار و درتيه مثلاً بليزي أنا من عندك الواحد الشخص شكولي الفضل الخصير على الله أنا ساعدتها عمني هو هي قلت هي اللي بدأت يقولك الفكرة أنت قلت هي أنت قلت هي أنت أنا دخلت عمتها هي اللي تجارت بج أنا زيد شوف غنز عود لك كل شيء وبالحقيقة أخويا يوسف و يعني المشاهدين العزاز رأيني كنت ديما صادق معهم و معمرني ما غادي نكذب عليهم نيائياً فهمتي القانات ديالي فهمتي من بعد أنا أعطيت أن نجاوب على القانات السؤال اللي عندي ما جاوبتني إش عليه هو كان عندك تطلاق جوجل مرات جوجل مرات هتش النجلي في العائلة واش انتش هي المقاصية السيونس جوجل نقول لك واقع لاربعات المرات هتطلقها لا مرات كانت يالي هتطلقني روين عندكم جوجل روين روين آآ والله الاشت الشي اللي جيت نعود 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 أن نفخل المشاهدين أنتصالعو واخاك كاكويلة وتطفق ديك الحلاء وفهمتيني يعني كنا كنا حنايه واخاك أنت تضابزو هذه ده وكنا افهمتي طال مرة فيتت غياء ولينا أصلحها الأمور ولينا أدخلوا الناس وكبروا الموضوع ما كانت شوفش أنه هي كانت صابرة معاك بزافة الأمور كما شرحتي ونكمل السؤال باش تعرفوا بعدها ولكن مؤخرا قديت جوجي لها واحدة عند 16 عام هادشي اللي كين قولوا لي أنتا كين ما كينش لا واش كون اللي قال كادلا لا واش جيب لها الضرة ولا لا لا ش كون اللي قال والله أخويا ما كينه تسوينيش على مصدر الخابر هادشي سعار كنتي وسامعوا أيين واش كين ولا ما كينش أخويا ويسمعاتش أنا غتردو ان شاء الله والعظيم أخويا واش أنا عندي ربعات الوليدات وفهمتي يعني أنا أصلا تالك كتابه وتفرقنا بالزواج ما نتزوش آخر شؤال عندي ما نذير بالزواج آخر شؤال عندي هاد الصلح اللي كاتب حت ندوش مش مش شق القانون على الأساتي دا هاد الصلح واش صلح عن حب وتكمل الأسرة ولا خوف من إكرارات قانونية تقدرت تأخذ فيها العقوب انت ماشي أشياء اللي كتتناقش لا هاد لا هاد ما كاتبغيها مخيذ من القانون ما نقول لك أه أولاد ولادتي هما الفهمتي ولدتي هما هما الأسات فهمتي غادي كبرو غادي ضيعو خص دروري الأب ديالهم أدو كل الأولاد ما دم كي الأولاد ما كتخمن فيهم ديمانك بشي الطلاق عاد كيبانو كل الأولاد واش نقول لك اللي لحظة غضب لحظة غضب واش نقول لك وما قديش نطرق ما بغيتش أنا هي ذاك الشي اللي قاتوا الله يسمح لها وما بغيتش أنا ندخل في الأسرار ديالها ولا يعني شنو كتدير ولا شنو الحواج اللي كتديرهم باش أنا كدفعني أنني باش أنا نكونوا عندي هاد ردود الفعل نخليها فمسي نسترها يعني كي قتلك هاد الفيديو هادا غايكبروا الوليدات وغاي يشوفوه لا يسامحها ويعني ومو سامح كذلك طالب ديالكدابة الساميرا ولي غا تقول يالخير باش ندور عند الأساتيدة وحنا قالسين عندهم أشنو الطالب اللي بغيتش ياليه طالب ايا تنقول لك ساميرا الله يهديك وديما فكري بأقلك كي ما كنت كان نقول لك ديما ويعني والناس اللي دايرين بيكرا هم حاس دينك فعلا حاس دينها ولي دبا حاليا عندك اتصال مع أصحاب قنوات اللي غاي قدروا يورطوك وغادي تتحي في واحد الحفراء اللي معمرك ما تتخرجي منها واحد الحفراء اللي معمرك ما تتخرجي منها تتصل معهم وهو لا داعي لي ذكر اسم ذوك القنوات هي ما عرفاش الخطورة ديالهم وشنو كيديرو ووصيتها يعني هي غتكون ضحية إلا بشاتف ذاك الموجة غتكون ضحية يوم ما نبغيهاش وكان 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 بإمكاني أنا غان أستجاراش ألا كنت هذي انت ببعض شيء قانوني يعني رأى لا داعي لي بغيتان أن أولا زوجتي نخرجها من هدا من هدا من هدا من هدا ما بغيتلاش الأدية لكن القنوات ما كيجريوش في الصلح نهائيا ما كيجريوش في الصلح يعني كو كانوا كيبغيو لها كاينين بعض القنوات اللي اللي كيدخلو بخيط بيض وما كيسبوش وما اللي منهم أنا كيبغيوهم منهم بزاق القنوات ما كيطعنوش فيها ما كيطعنوش فيها ولا كيسبوها ويعني كيددروا واحد الانتقاد اللي هو بناء وكي يحاولوا أنهم هذا ولكن كيقولوا قنوات اللي موالك انت اللي تابعين لك انت اللي ياندي بهم علاقة ما هي تابعين لأني كانت تواصل معهم اللي يقولوا مدروا عليها هادو يعني ضامرهم وهدا وكيحللوا القضية وهذا بها ، لدي تواصلها، أنا مطالقة شيباً في الألاك اللي تتكلم عليك، أنت بالإيجابي و algumas لديهpaper ضدك و変كت تكلم عليها بالإيجابي و変كت تتكلم على سميرة يعني تجتمها، ولا تضرب فيها نهائياً عكس.... practicing... اللي هي تحداؤها اللي هي على تواصل معهم وأنا نتحدى أي الوحد يقول لي بأن أنا لدي هنا تواصل معه ولكن ، نقول له إذا رأي لي خرج أنا أفهمتي ... عكس هي عند تواصل مع هد القنوات والدليل على ذلك يعني خرجوا وطائق المقال دي الأطلاق وهذه القنوات هذو اللي قلتي بغير يساندوها لا وهو فركتو لها العش أنا باش نحتم معك لأنه هذا غير باش من تبحرش أكتر أنا غير نعطيك واحد إضافة مهمة أنه بعض القنوات كنت أخذ منتر المحتوى ديالهم وكتضعف الكوميونيتي وعندك هذا دليل عليها أنك لو لم يتكلمون ومو في صالحك أنت وعكسها هي يعني إلا جينا ندخلوا في هذه الحسابات هذا بحر حاليا تبحثوا عن الصلح هنا مجموعة من المعطيات حنا اللي كيهمنا في الموضوع واتنورا إليها في الأسئلة اللي كتطرح معها ومعها درجناها غنشوفوا مع الأساتي داشق القانوني